عندنا النهاردة خبر مهم جد خبر في العلعاب الأخرى هي بسطنا مريم الهضيبي اللي كانت ندفتنا الحلقة اللي فاتت واللي اتكلمنا معاها واللي شفنا رحلة الإحباط بتاعها لما استبعدت من الأمبياد وازاي ادري تشتغل نفسها هي او مريم مروى أختها راحت بطولة أفريقيا كسبت بطلة أفريقيا الجديد ايه بقى انها قفزت 138 مركز دفع واحدة في تصنيف العالم يا خبر بيض يعني بطولة أفريقيا تعني بالنسبة لمريم الهضيبي قفزة ب138 مركز إلى الأمام لتحتل المركز ال215 يعني ده خبر أكيد يسعدنا ويمكن يبدو أن وجه برنامج الأبطال كان سعيد على مريم وما فاتش اليومين ثلاثة اللي ما بين الحلقة التانية اللي ما طبعا كان هذا الانجاز الكبير حصل لمريم الهضيبي طيب زملتها في نفس الفريق هنجودة بتتصدر التصديف العالمي تحت 15 سنة للنشآت تخيلوا المراكز دي محفوظة دايما لأبطال الصين فقط الصين سواء ناشئات أو ناشئين أو كبر أو زغيرين دايما بتحافظ على يمكن 8 أو 9 مراكز الأولى والباقي مشاركة فيهم برضو بس تلاقي لعيب أوروبي لعيب مصري فهنجودة عشان تحافظ الفتاة دي كلها على صدارة التصنيف في النشآت تحت 15 سنة